بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الرابعة الموازنة الشملة ومحاسبة المسؤولية خلصنا في الجزء السابق الموازنة الشملة نبدأ الآن في ثانيا محاسبة المسؤولية Responsibility Accounting ما هي محاسبة المسؤولية؟ محاسبة المسؤولية هي نظام شامل يعتمد على تقسيم المنشأة إلى عدة مراكز مسؤولية بغرض تقويم أداء تلك المراكز ويعتمد على تفويض السلطات حتى يمكن تحديد المسألة في ضوء السلطات المفوضة وبالتالي لابد من توفر مبدأ هام هو التوازن بين السلطة والمسؤولية يبقى محاسبة المسؤولية أيما على مبدأ هام هو التوازن بين السلطة والمسؤولية ويتعلق مفهوم محاسبة المسؤولية بربط بنود التكاليف والإيرادات بالشخص الذي يتخذ القرارات شخص ده اللي هو يكون مسؤول عن المركز يبقى بالشخص الذي يتخذ القرارات التي تؤثر في هذه البنود وكذلك بربط بنود التكاليف والإيرادات بالأنشطة المادية كما في الشكل التالي يبقى عندي بنود التكاليف والإيرادات الأنشطة المادية تسبب بنود التكاليف والإيرادات وكذلك الشخص متخذ القرار الشخص متخذ القرار يسبب أيضا بنود التكاليف والإيرادات في نتيجة القرارات التي يتخذها ومحاسبة المسئولية تعني بالربط بين نظم الرقابة المحاسبية أربط ما بين نظم الرقابة المحاسبية وبين الهيكل التنظيمي فمحاسبة المسئولية تعني بتصنيف المعلومات المرتبطة بأنشطة المنشأة تبعا لمواقع المسئولين عن تلك الأنشطة فمحاسبة المسئولية تتطلب واحد تجميع بنود التكاليف والإيرادات تبعا لمراكز المسئولية المحددة بالهيكل التنظيمي اثنين تبويب التكاليف إلى تكاليف يمكن التحكم فيها Controllable Cost وتكاليف لا يمكن التحكم فيها Non-Controllable Cost تلاتة تطبيق مبدأ التوازف بين السلطة والمسئولية أربعة أن يبنى تقويم الأداء في مراكز المسئولية على البنود الخاضعة للتحكم فقط ولمحاسبة المسئولية عدة فروض أهمها رقم واحد يجب أن يتحمل كل مدير مسئولية الأنشطة التي تقع في نطاق عمله اثنين يجب أن يسعى كل مدير لتحقيق الأهداف المطلوبة منه والتي اشترك في وضعها وتقريرها وهي أهداف ممكنة التحقيق تلاتة وصول تقارير الأداء والتغذية العكسية للمعلومات في الوقت المناسب تلاتة وصول تقاريرها